التطورات الأمنية التي يشهدها البحر الأحمر والتي دفعت الولايات المتحدة إلى تشكيل تحالف عسكري لصد هاجمات الحوثيين على بعض السفن العابرة لماضي قباب المندب اتسعت تداعياتها لتصل إلى جيب المستهلك الذي سيضطر إلى دفع ثمن أعلى مقابل سلعة اعتاد شراءها قبل السابع من أكتوبر الماضي شركات غربية كبرى أقرت بتعقد حساباتها نتيجة ما يجري قرب سواحل اليمن إذ قالت نيكست لبيع الملابس والتي تستورد جل منتجاتها من آسيا إن الشحنات التي طلبتها باتت تتأخر أكثر من أسبوعين وهو ما يلقي بظلاله السلبية على مخزون الشركة البريطانية التي أدرجت في حساباتها للعام الجديد مخصصات لزيادة تكلفة الشحن البحري الشركة التي تمتلك أربعمائة وثمانين منفذا تجاريا في أرجاء العالم قال رئيسها التنفيذي سيمون ويلفسون إن المستهلكين سيلمسون نفاد بعض الخطوط الأكثر مبيعا كما أن بعض الأحجام التي يأملون العثور عليها قد لا تكون متاحة بدورها حذرت السويدية آيكيا من تدعيات تأخير تسليم منتجاتها بسبب تحويل مسارات الشحن العالمية بما ينعكس على مقدار توفر منتجات شركة الأذاث العملاقة التي تبلغ مبيعاتها السنوية قرابة خمسين مليار دولار أما مواطنتها إلكترولوكس وهي أكبر شركة للأجهزة في العالم فقد اضطرت إلى جدولة تسليم منتجاتها تبعا لأصحاب الأولويات شركات أخرى تشعر بوطأة الأزمة على أعمالها ضمن قائمة لا تقتصر على الأمريكيتين غولمارت وأمازون ولعلى مصنعين مواد الغذائية من قبيل نسلي السويسرية أو متاجر البقالة الألمانية ليدل البحر الأحمر الذي تنساب منه قرابة ثلث التجارة الدولية تحول فجأة إلى بؤرة الاهتمام العالمي ليجدد التأكيد على موقعه الاستراتيجي كأقرب حلقة وصل بين مختلف القارات وأسهلها